تحتفل القوات البحرية بعيدها السابع والخمسين الذي يوافق ذكرى يوم الحد والعشرين من أكتوبر من عام 1967 ذكرى إغراق المدمرة إيلات الذي يعد أحد أعظم الانتصارات للبحرية المصرية قال قائد القوات البحرية الفريق أشرف إبراهيم عطوة إن المجد الذي تحقق في هذا اليوم كان أكبر برهان على قوة وعزيمة رجال القوات البحرية ومقدمة للانتصار العظيم الذي تحقق في أسادس من أكتوبر من عام 1973 مشيرا إلى الدعم الذي توليه القيادة السياسية والقيادة العامة للقوات المسلحة للقوات البحرية لتطوير البنية التحتية وتحديث القدرات القتالية بامتلاكها أحدث الوحدات البحرية من مختلف الطرازات